حل عملي للقيام لصلاة الفجر في وقت الشتاء والبرد بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور رحمة درجة في فيديو جديد بعد صلاة العشاء البس شراب هتكون متوضي لسه ولبس شراب وخليك بقى بالشراب ده وغاية نتنام تنام بالشراب ليه بقى حاجتين اول حاجة هتصحى دفيان شوية منت لما تدف الاطراف ده بيبعث الدفع في الجسد فقادر شوية تقوم في البرد الشديد ده اللي انت تصلي الفجر وتاني حاجة انك مش هتضطر اللي انت تخسر رجليك بالمية ساعة بقى وسخنة هي رجليك يا دوبك هتمسح عليه تقول لي هو ينفع امسح الشراب اه ما انت نايم على وضوء ما انت نايم اقصد وانت لابس الشراب على وضوء بعد صلاة العشاء مدام لابسه على وضوء ممكن تمسح عليه طب ده انا نمت وصح مش مشكلة مما 24 ساعة ممتاح لك 24 ساعة يبقى امت دافيان بفعل الشراب والوضوء بقى سهل شوية نتيجة ان انت بس بتمسح مش بتغسل الشراب هو ده ينفع ينفع ودي وسيلة زريفة للحفاظ على صلاة الفجر في وقت الشتاء تعال الفيديو بشير والايكو من شرف القناة شوفكم مرة جاعة والسلام عليكم